اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من العمل الخيري لما ننزل للدوائر دي فيه 14 او 13 او 12 او 15 او 20 دايرة احنا دايما بنقول ان العمل الخيري او العمل الانساني او العمل في المجتمع من اجل من؟ من اجل المحتاج اللي هو في النص ده شايفينه اللي في النص ده؟ المحتاج اللي بالله اخضر ده كل الفلوس اللي احنا بندفعها هنسميها صدقات هنسميها زكوات هنسميها هبات هنسميها اوقاف هنسميها نظور اي شيء من اجل اسعاد المحتاج ها؟ اللي هو المسكين واليتيم والارملة واللاجئ والنازح الى اخر يبقى كل عملنا لها نتكلم عنه وكل المال اللي احنا بنسعى من خلال التبرع به او التصدق به من اجل دخول الجنة هو علشان اسعاد الفقير والمحتاج واليتيم والارملة والمسكين والشريد والنازح الى اخره الى اخره الى اخره ها؟ انا في رأيه كمان الشخصي سواء كان مسلم او غير مسلم تعامل الطعام على حبه مسكينا مفيش تحديد ويتيما مفيش تحديد الفقراء والمساكين طيب هنلاقي هنا اول الناس اللي هو نمر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة شايفين درجات الاستفادة من العمل الخيري هنتكلم عليها واحدة واحدة فيه التلاتاشر نقطة دول خش بقى فيها الشريحة التانية هنلاقي اول حاجة فوق على الشمال هنا شايفين اللي هي دي نمر واحد اللي هي على الشمال لو انتم شايفينها عندكم اللي هي الدوائر الامنية والاستخباراتية واحد فيكم او واحدة فينا هتقول لنا ازاي اقول لكم انا بالنسبة لي الدفاع عن الوطن والمواطن دي مهنة او مهمة او رسالة مقدسة سواء كان الذي دافع عنه ده داخل الوطن من رجالات الامن او خارج الوطن من رجالات الجيش كلاهما له رسالة مقدسة الرجال الامن بيدافع عننا في الداخل ضد الجريمة بكافة انواعها ورجال الجيش من العسكر بيدافع عن الوطن ككل بيكافة مؤسساته وكذا 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 من الغزو والتدخل الخارجي فدي مهن مقدسة فايه الدور اللي احنا منتكلم ما مدى الاستفادة عشان نقرب الرؤية بالنسبة لك مدى الاستفادة ان الحكومة تستمع لآراء وتستمع لتقارير رجالات الامن والمخابرات كي تستطيع ان توئد الافكار الغريبة او ترى الحاجات داخل المجتمع في المناطق البعيدة عن مركز الحكومة قد ترسل لخبر ده من جهة امنية فتحذر الحكومة فالحكومة تعمل بعض المشاريع الخيرية او الاجتماعية او توجه الجمعيات بتاعتها لهذا العمل وده شيء طبيعي جدا او تكون الدواء الاستقباراتية تابعة لوزارة الخارجية اللي احنا بترى ان الحكومة لها سياسة معينة في الخارج فمن حقهم في هذه السياسة انهم يطرحوا وجهة نظر الحكومة من خلال الدعم واو اكد على هذا من ان كافة او غالبية الوكالات الدولية للتنمية والمساعدة اللي هي نشأت في منتصف القرن الماضي في اوروبا وامريكا تابعة لوزارة الخارجية او تابعة لسياسات الحكومة او تطبق سياسات الحكومة وده مش عيب بس احنا منقول للناس عشان يعو ويفهموا المانح له السياسة والمانح له رؤية والمانح له ثقافة ان اردنا تطبيق سياسة المانح من خلال ووكلات التنمية الدولية او المؤسسات الدولية التي تأتينا من هذه البلاد فلنعلم انا بس بضرب المسأل ده ليه لان في 2012 كنت انا في مصر في بعض الشباب جمعوا يتكلموا معايا ويقولوا لي في جمعية من الجمعيات عادي تشتغل معانا ويقولوا معاك انتم مين المعنى كافراد ويقولوا افراد لا قولوا لهذه الجمعية ان تعمل مع الجمعيات التي تنتسبون عليها لكي نستطيع مراقبة اداءها مع هذه الجمعيات كنت استطيع الحكومة في مصر في ذلك الوقت ان تراقب اداء هذه الجمعية وتراقب حركة المال فيها فده بالنسبة لأول المستفدين ولا بدي يحدد سياسات الدولة او تطبق عن طريقه سياسات الدولة بعد الايه بعد الايه نرجع لل بعد احنا قلنا انه مرة واحد اللي هو المحتاج اللي في النص ده ها وبعدين بعد المحتاج ده من اول ايه اول مستفدين بعدها اللي هي الدولة الامنية الحكومة نفسها ومؤسساتها كل المال اللي بيجي للحكومات او كل المال اللي بتمنح الحكومات هو مال الفقير فالحكومات دي بتستفيد من ناحية الوجهة الاجتماعية بتستفيد من ناحية السلطة الاجتماعية ها في هذا المجال صحيح من حق الفقير ان يأخذ اموال الحكومة لكن الحكومة بتستفيد ها بتستفيد من انها بتحاول تحل بعض المشاكل التي لا تستطيع هي ان تصل اليها عن طريق دورها الحكومية يعني مثلا احنا كنا في اجتماع الاسبوع اللي فات اه في لندن الشيطي اللي هو المفاوضية العولة تسجيل العمل الخيري هنا الوزير اللي جاي يتكلم جاي قال كلمة مهمة جدا لنا كلنا قال نحن نشجع العمل الخيري له السوشيال وورك لان حكومتنا حكومات بريطانية لا تستطيع ان تقوم به ونترك هذا العمل لمن للجمعيات المحلية يبقى الحكومة عندها رؤية منها بتستفيد من العمل الاجتماعي اللي بتعمل داخله يبقى الحكومة بتستفيد منها السياسيين ومسؤوليين بيتحدثوا عن الفقير ويتحدثوا عن المسكين ويتحدثوا عن كل شيء خاصة 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 أثناء الحملات الانتخابية لمنانظر اللي مثل هذا الأمر كل دول بيستفيدوا من 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 المحتاج اللي هو أو مال المحتاج اللي احنا نتكلمنا عنه هنا في النص السياسيين والمسؤولين في الوزارة احنا عملنا كذا واحنا عملنا كذا واحنا عملنا كذا واحنا نعتقد ان احد رؤساء الوزراء استشهد بي بطريقة فجة في أيام غزو العراق في أيام حرب العراق في ألفين وإيه واثنين ألفين وثلاث وأخذ الكلمة اللي انا قلتها ها يعني انا قلت في هذا المجال لما زورت العراق قبل كده بـ 98 او 99 من القرن الماضي ان العراق وصل حجالتها لمستوى متدني جدا من العمل من الحاجة في أصبحت زي أفريقيا وزي ايه بعض الدول الأفريقية والدول ايه في بنجاديش في هذا المسؤول الكبير في مؤتمر صحفي أثناء دخول العراق ها استشهد بي وأضاف إليها كلمة كمان أضاف إليها كلمة اللي هي ايه وهذا ما فعله النظام السياسي داخل العراق أنا ما قلتش نص التاني لكن قلت نص الأولاني يبقى السياسي نفسه بيستفيد إعلاميا من هذا الأمر المؤسسات الدولية المانحة بتدي بشروط فيش حاجة من غير شرط ما فيش أي شيء من غير شرط فيش أي شيء من غير ثقافة ما فيش أي شيء من غير متابعة ما فيش أي شيء من غير كتاب القرير فكل هؤلاء وبتحاول المؤسسات دي وغيرها تحصل على المنح كي تستمر في أداءها وإلا لما فيش ميزانيات من الدول المنحة ستغلق هذه المؤسسات يعني كنا في احنا في أحد الورش العمل من من ثلاث أسابيع أربع أسابيع أو شهرين تقريبا في تركيا مع السوريين وأحد الأسابات كان بتدربهم في إزاي هما يتنوعوا في الحصول على المنح كلام ده احنا كنا قلناه مع السوريين المجمعيات بتاعتهم يمكن من ساعتين أو ثلاث سنين فالناس تحمست في الآخر حتى أنهم أرادوا أنهم يدفعوا فلوس لعمل دورات كهذه بالرغم من هذا الكلام قيلة لهم عن طريق بعض مقصات الأخرى منذ سنة أو ثلاث سنين بدأوا يحسوا جمعيات السورية بشح المال للأمم المتحدة وشح المال من المؤسسات الخليجية ومؤسسات العربية فأصبحوا يطلبوا هذه الجمعية التي تدربهم الآن أو من شهرين ثلاثة لكي يحفظوا على استمرارية الجمعية بتاعتهم مش على قطاع العمل داخل وخارج سوريا فرق كبير جدا فالمؤسسات الدولية ومؤسسات المنحة اللي لم تجد مزانيات ومنح من الجهات الكبيرة بيفقدوا الموظفين بتاعهم المانح الفرد والمؤسس أنا لما أمنح فلوس برتاح نفسيا باستفيد نفسيا المؤسسات تستفيد كذلك ما فيش حد فينا اللي ما بيشتغل في مال اليتيم والأرمالة هو مستفيد بالدرجة الأولى كاستفادة للأرمالة واليتيم وكذلك المؤسسات المنحة دي اللي هي سواء كانت أوقاف ما معنا الأوقاف والحاجات دي كلها بيستفيدوا كذلك لأنه كلما أعطوا كلما منحوا من المجتمع مرة أخرى البنوك والدوائر المالية كل الأموال الشريفة الأموال بتمر عبر بيه عبر البنوك فحركة رأس المال في البنك بتزداد والمستفيدين من الموظفين هناك فتأفق لأنه كل هذه الأموال التي تذهب بطريقة شرعية تذهب عن طريق الدوائر المالية سواء كانت حوالات أو سواء كانت بنوك أو سواء كانت شركات بتحول الأموال هناك كلهم بيستفيدوا بيستقطعوا من هذه الأموال نسب نصف في المية ربع في المية واحد في المية إلى آخر كلهم بيستفيد مؤسسات المجتمع المدني المحلية زي ما المؤسسات الدولية بتاخد من الميزانيات دي الميزانية التشغيل لها زي مؤسسات المجتمع المدني المحلية بتاخد جزء من الميزانية دي لتشغيلها والمحافظة على كانتها والمحافظة على موظفيها فبيطلع المبلغ مليون بيخش الحكومة بتاخد نسبة بيخش المؤسسات الدولية بتاخد نسبة بيخش مؤسسات المجتمع المدني بتاخد نسبة بيخش المنفذين بياخد نسبة وهكذا فكل دول بيستفيدوا من المال الأصلي الذي أعطي لمن للفقير والمحتاج الدول والمجتمعات المضيفة أي دولة بتستفيد بتستقبل لاجئين داخلها أو على حدودها بيكون لها نسبة في المال الذي يأتي منحا لهذه الأعداد الهائلة من اللاجئين أو في داخل مجتمعاتها من النازحين يبقى منظر المجتمع الدولي نجد أنه لما بيعطي دولة الدولة دي لا تأتي لتتشدق علينا وتقول أنا عندي عبء لا أنت بتاخد على كل لاجئ مبلغ وبالعكس أن كل البنوك الموجودة عندك بتحول عن طريقها الأموال وبتفترض الشروط كذلك أن يوظف موظفينك في هذه المؤسسات التي أتت لتعمل مع اللاجئين بل بتشترطي كوتة معينة من مبناء وطنك يشتغلوا في هذه المؤسسات فأنت مستفيدة بالدرجة الأولى من وجود اللاجئين اللاجئين على أرضك العاملين والمطوعين العامل داخل الجمعية بيطلع له مرتب من مال اليتيم من مال فقير من مال أرملة فاللي بيدفع مرتب العامل هذا أو بيدفع مرتب العامل هذه لتعمل داخل أي جمعية خيرية أو أي مؤسسة مجتمعية هو المال المتاح لليتيم والأرقلة والأرمانة والمسكين المتطوع بيكون عندي رسالة معينة أنا خرقت وعملت وكذا 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 والمصاريف النثرية التي تعطى المتطوع كمواصلات أو كسندويتش أو حاجة من دي بتبقى دي من مال مين كذلك من مال اليتيم والفقير والأرمالة والمسكين سواء كان هؤلاء من النازحين أو من اللاجئين أو من الفقراء داخل المجتمع شوف كم واحد مستفيد كم قطاع في المجتمع مستفيد من هذه المنظومة اللي هي بنسميها هي ايه المنظومة دي نبص في النص هنا هو ليه الأخضر ده المربع الأخضر ده كل دول بيستفيدوا فإحنا وصلنا هنا هو للعملين والمتطوع العملين داخل الجمعية والمؤسسات والمتطوعين اللي موجودين عنهم العمال الحرفيين والمهنيين لو أردنا نحن نبني مخيمات أو نبني بيوت أو نبني مدارس أو نعلم زراعة إلى آخر إلى مشاريع زراعية أو التقنية أو الأخر بنأجر من سوق المحلي ها هؤلاء الحرفيين والمهنيين وبيتوظفوا بيكون جزء من مزانية أي مشروع بيتصرف على العمال الحرفيين اللي حيقوم بالمشروع ده اللي هم في غالباتهم ما بيكونوش من النازحين وهذا لذلك حنا بنطالب الآن إننا نعمل استفتاء داخل أي مجموعة نازحة أو أي مجموعات لاجئة على الحرفيين والمهنيين والمتعلمين لكي هم يكونوا بالدرجة الأولى المستفدين من أموالهم في تنفيذ مثل هذه المشاريع في البناء وفي الزراعة إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره في التعليم إلى آخره إحنا وصلنا كم دلوقتي اثنين أربعة ستة تمانية عشرة عشرة من المستفدين نمر حداشر حركة 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 إيه حركة رأس المال في السوق المحلي أنا بنزل بدخل في البنك مليون المليون ده بيخرج مرتبات المليون ده بيخرج مشاريع المليون ده بيخرج شراء غذاء شراء كساء شراء مواد أخرى إلى آخره فلما بتتحرك دورة رأس المال بتاعت المليون دي داخل المجتمع قد تصل دورة رأس المال تطلع من مليون لخمس أو ستة مليون لأنها بتمشي من دايرة إلى دايرة إلى دايرة وله اللي بيسمي النموه الممنوح من الحكومات العظمة والمؤسلات الدولية داخل هذه المجتمعات داخل هذه المجتمعات الإعلام نفسه نتكلم هنا نمرة 12 هنا هو الإعلام عنده قصص بيرويها عنده قصص وحواديت وأخبار ولقاءات علشان لو كان في التلفزيون في بعض التلفزيون بشغل 24 ساعة بيحددوا ساعة أو ساعتين لزيارة بعض هذه المخيمات للنازحين أو اللاجئين أو تقصي الحقائق عند المشاكل المجتمعية الفقراء من أهل البلد نفسها والإعلام لازم يقول قصة كل يوم كل ساعة كل دقيقة سواء كان الإعلام دا من الإعلام المكتوب اللي هو الصحافة أو المرئي أو التواصل الاجتماعي اللي احنا نتكلم عنه والإعلام مستفيد لأن احنا بندله مادة خام يستطيع من خلالها أن يخرج خبر فتمشي الخبر دا فتلاقي الجريدة التي حصلتها لأكثر كم من الأخبار تستطيع أن توزع نسب أكتر نسب أكتر من جرائدها أو تحصل على مشاهدين أكتر في التلفزيوناتها أو موسائل تواصلها الاجتماعي الأدباء والفنانين لما بيروح يزوروا اللي يعني كنت نحن في حرب سبعة وستين وثلاثة وسبعين إلى آخرين وبعض الحروب في حرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كنا نخب بعض الفنانين مش عنا يعني مش عنا يعني كان بيذهب بعض الفنانين والأدباء علشان يكتبوا قصص قصص وقصص كثيرة كتبت لأشياء كثيرة للدراما وكتبت للتأريخ من إمتى من هؤلاء الحرفيين من الأدباء والفنانين الذين عاشوا أو ذهبوا لمخيمات النزوح واللجوء أو تعايشوا مع المشاكل الاجتماعية داخل أزقة وأروقة الفقر والحرمان والجوع والمرض داخل مجتمعاتهم فأنا كفنان مستفيد يعني أعتقد في فيلم في دور بعض الأدوار اللي مثلها ممثل اسمه عبد المعنى مبولي رحمة الله عليه في مصر كان في قصة مش فاكرة اسم الفيلم إيه بس كان ماشي في سجن من السجون على دورك ليه زي الخروف أو المعزة فكان ده صورة وصفتها إليه زوجة رجل كان مسجون في أحد هذه السجون في الخمس سنوات أو في الستنوات فلما ننظر لمسل هذه الأشياء لأن الفنانين والأدباء بيستفيدوا من هذه القصص وهذه الروايات المتاجرين بالعاطب بأن هم دول المنافقين بقى والأفاقين إلى آخر ودول موجودين في كل حد أوعي تقول أنهم مش موجودين يعني المنافق موجود بسم الله ما شاء الله في كافة دوائر الحكومة كافة الدوائر الدوائر الدينية والدوائر السياسية والدوائر الاجتماعية والدوائر الاقتصادية والدوائر الخيرية ده المنافق موجود ها اللي هو بيتاجر بكل شيء ده موجود يبقى احنا اتكلمنا هنا عن شوفوا هو اللي في النص هنا هو عندنا المحتاج ومالي المحتاج والمستفيد حوالين هذا المحتاج هذه المنظومة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر خمستاشر وغيرهم لأننا ما بذكرش كل من يستفيد من مال الارملة ومال اليتيم ومال المسكين مؤسسات كبيرة كبرى يعني احنا منكثرة اختلاطنا بمؤسسات الاهم المتحدة الانسانية في الداخل بتجي انهم بيبتدوا يستغنوا عن كثير من الموظفين لعدم قدرتهم على استيعاب المرتبات والتسهيلات لهم لذلك تحولت سياسة المؤسسات الاهم المتحدة منها توظف موظفين دائمين الى انها بتوظف موظفين بالعقود دلوقتي بزي الاول لأن اصبحت الميزانية تسيير مكاتب الادارات في هذه المؤسسات باهزة جدا فغيروا السياسات بتاعتهم من اما كان جيه كوفي عنان حب يعمل حركة اصلاحية داخل مؤسسات الاهم المتحدة فاصبح من العقد الدائم الى دلوقتي عقد بيكون مشتلط لمدة سنة او سنتين الى اخر كتير جدا بيكونوا مستفدين وكلنا وكلنا بننسى جوانب الاستفادة اللي احنا ما استفدها دي كلها ان في النص صورة واحدة فقط للنازح واللاجئ والارملة والمسكين والمريض والشيخ الى اخر فما حدش يجي تجر علينا ويقول والله انا لا كلنا مع بعض كل هذه الدوائل مستفيدة مستفيدة بالتقارير مستفيدة بالوجهة مستفيدة بفرض الثقافة على المجتمعات الهشة والمجتمعات المحتاجة مستفيدة بحركة تأس المال في مجتمعاتها مستفيدة بفنانينها وادباءها كتابة القصص والتاريخ مستفيدة كذلك في تقوية مؤسسات المجتمع المدني اللي تتعمل في هذا المجال مستفيدة في البنوك اللي بتجيلها الاموال مستفيدة في عدد المتطوعين وعدد العاملين مستفيدة في حركة المال داخل رؤوس داخل المجالات المهنية والحرفية داخل الاجتماعات نفسها مستفيدة كله للمستفيدين فلما ننظر للمنظومة ونرجع للصورة الأولية مرة تانية من سيد هذا الموقف من سيد هذا الموقف ومن صاحب هذا المال هو المحتاج فلذلك فلذلك لابد أن نعين على مثل هذه المنظمات الإنسانية لتعمل من لهم قيم أخلاقية وقيم مجتمعية ورسالة إنسانية حرفية جيدة لكن بدون قيم لا تسمع لذلك نحن في أحد المحاضرات في المستقبل سنتحدث عن أخلاقيات الشخص الذي يعمل في العمل الإنساني الشخص نفسه لأن دخل في العمل الإنساني كثير من التجار المتجرين بالألفاظ والمتجرين بالعواطف سواء كانوا من المتديق من هما الدينيين سواء كانوا مشايخ ولا أسوسة ولا 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 إلى آخر المتجرين بالعواطف أو من السياسيين أو من الأشخاص اللي زي حالاتنا وغيري ولا قد أكون أحد الناس اللي بتجرب عواطف الناس عشان أنا باصس إن أنا مؤسستي ما فيهاش فلوس فعايز أجيب فلوس عشان ماشي المؤسسة ومن خلال بقاء المؤسسة تبقى وزفتي أنا ذلك كما نرجع على العنصر الخلقي العنصر الأخلاقي العنصر القيمي العنصر الأدبي العنصر الذي فيه رسالة المؤسسة لابد أن نحدد من هو الذي يستطيع حمل هذه الرسالة الإنسانية سواء كان في أروقة الحكومة أروقة المؤسسات الدولية أروقة المؤسسات المنحة أروقة المؤسسات المجتمع المدني أروقة 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 كل المجتمع حتى في التعليم عندنا لكي تصبح منظومة التتوع وتصبح منظومة العمل المدني هي جزء من ثقافة المجتمع وجزء من حياة كل فرد داخل المجتمع وإلا لن نستطيع بناء أي مجتمع من المجتمعات وسنظل نخرج أو ننتج قوالب توب ليس لها لون ولا طعم ولا ريحة ولا تستطيع أن تعمل لأن تعمل بمنعزل أو نعزلية عن باقي أشاكل المجتمع كده خلصت بس أرجع مرة تانية صاحب المال الحقيقي هو المحتاج هو الأرملة هو المسكين الذي يصرف الذي نعتبر أنفسنا نحن جميعا موظفون عنده أو عندها من أجل خدمتهم فنتق الله في هذه الأموال ولا نبذر في إنفاق مثل هذه الأموال تحت أي شعار لأن إما جنة وإما والعياذ بالله نار والعياذ بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعراكم إن شاء الله يوم الأربع في نفس المعاد الساعة 12 أراكم إن شاء الله ورحمة الله وبركاته